النهاردة أقدر أقولك أنه في عندنا قانون للمسنين وقانون المسنين له مزايا عدة ودي حاجة مهمة جدا طبعا إحنا عايزين نعرف هذه المزايا خلونا ناخد معنا على تليفون سيدة النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين الخط أطع لكن هنعود مرة تانية لصديقي العزيز سيدة النائب أحمد فتحي يكلمنا أكتر على مزايا هذا القانون إلى أن نعود الاتصال خليني هرجعك على مسألة الأداء بتاع مناسك العمرة بإذن الله سبحانه وتعالى كويس جدا القارات اللي تم اتخاذها من قبل الدخلية السعودية زي ما قالنا الأستاذ عادل وكويس جدا كمان مسألة التطبيق اللي بيسمح ليك أنك أنت تختار اليوم والساعة اللي أنت هتتحرك فيهم تروح لأداء هذه الشعيرة المباركة ربنا يكتبعنا جميعا سيدة النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منور ورمضان كريم الله أكرم عليك صديق العزيز سيدة النائب يوسف الحسين وعلى سيدة مشاهدين كل سيدة وطيبين وأنت بالصحة والسلامة سيدة النائب قلنا مزايا قانون حقوق المسنين وهذا أمر نعلم أنه عظيم أنا عايز أقول لحضرتك أن إحنا عادنا بدور انعقاد الأول بالكامل لمشروع القانون اللي تقدم به سيدة النائب المحترم عبدالهادي بالقصبي رئيس لمنة التضامن الاجتماعي وعادنا نشوف إن مزايا اللي كان بيقدمها القانون وبعدها بفترة تقدمت الحكومة بمشروع قانون لحقوق المسنين في مزايا أخرى عن القانون اللي تقدم من قبل الناب عبدالهادي القصبي وبعد كده راح تناقش في مجلس الشيوخ داودوا فيه حاجات تانية وحاليا منذ وقته إحنا بشغال يرجع لنا تاني عشان يتم الموافقة النهائية من قبل الكلثة العامة في مجلس النواب وعايز أقول لحضرتك لي أنا بحكي ده عشان كل يعني المشروع قانون بيتقدم بيبقى فيه ميزة بيتمتع بيها السادة كبار المسلمين ولما جلنا في الفترة اللي فاتت احنا عملنا جلسات حوار مجتمعي فنزلنا في أكتر من قهوة شعبية ونزلنا في أكتر من نادي عشان نسأل السادة كبار السن هل القانون اللي جلنا من مجلس الشيوخ ده هل حضرتكم يعني ده المزايا دي فعلا انتوا هتقدروا تتمتعوا بيها وحضرتكم عايدين مزايا أخرى لقينا في الدستور حضرتك إن مجد رقم 83 وتمجد مهمة جدا إن هي تلتغم الدولة بيضمان حول المسلمين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وطرف رهيا وتوفر لهم عاش مناسب عشان يقدر ليكفل لهم حياة كريمة الكلام ده لما ترجلنا في القانون إيه اللي حصل ودي كتأكتر كلمة أستاذ يوسف كتكل للناس بتقولها احنا محتاجين صحة جيدة احنا محتاجين تأمين صحي شامل فالقانون بيضمن ليهم حاليا دلوقتي إنه بيبقى فيه تأمين صحي لأستاذة كبار السن وطرق القانون بين حاجتين مهمين جدا بين المسلم والمسلم الأولى بالرعاية عشان السادة المشاهدين الكرام لما يسمعوا يعرفوا السن يبدأ من كم سنة يبدأ من 65 سنة والسن اللي هو المسلم الأولى بالرعاية الدولة اهتمت بحاجات تخص المعاش زي ما الدشتور بيكفلوا معاش برضو ده بيكفلوا معاش إنه يبقى فيه معاش من وزارة التضامن الاجتماعي يتمتع به شهريا لما ندلنا سألنا السادة كبار المسلمين انتو اي كان المشاكل بتتعرضوا ليها قالك لما كنا منروح لأي وزارة خدمية أو لأي بنك أو لأي حاجة بتقدر تخدم السادة كبار السن للأسف كان بيبقى فيه تواضير كتيرة جدا الناس بتوقف بالساعتين والثلاثة بقى فيه شباك مخصص بالسادة كبار المسلمين إنه هو يقدروا يتمتعوا بالخدمات اللي هم محتاجينها سواء من الدلوك في شركات القطاع الخاص أو من الحكومة والوزارات الخدمية بيكفل القانون برضو ليهم حاجة مهمة جدا ودي لما كنا نتكلم فيها مع السادة كبار المسلمين كان حاجة ما رفيق المسلم دلوقتي الدولة اتجاهها كله إنه تقدر تروح دار من المسلمين بس فيه ناس بتقول لك لا والله أنا عايز الخدمة تقدر تتقدمي في البيت فوزارة التدامة الاجتماعي دلوقتي بتتجرب شباب الشباب دول عايبقوا اسموهم رفيق المسلم وفي اللايحة التنتجية حطوا الشروط بتاعتهم وإيه المهام الوظيفية بتاعتهم وده اللي نسمى إن أي حد عايز حد يقدر يساعده في البيت ده يبقى من خلال رفيق المسلم طيب الحاجات الثانية المهمة أنا لو أنا خلاص ما عنديش منزل متوفر لي كحد من كبار الفين وعايز دار من الدراس عايز أقول له حياة الشهي إن دلوقتي عندنا 169 دار على مستوى جمهورية نصف العربية بيخدموا دور المسلمين ولما عملنا جلسات الحوار المجتمعي كتأكتر كما النسبة تقولها يعني حاولوا تحننوا ولو قلوب ولادنا علينا طبعا طب ده هيدي من خلال برضو في قانون العقوبات برضو حاصلون أكثر من مادة عفل نقدر نشتغل على فكرة إن لو لقدر الله حد يستغل والده أو يستغل والدته ويوديها دار عفل خاطر بقى قصة ميراث والحاجات للأسف اللي بتحصل في المجتمع فليبقى حاطلناها حاجة طبعا مادة راضعة عشان نقدر نقول إحنا الدولة بتحني حقوق المسلمين اللي أكثر من ده كان أنا عايزة أقول لنا خاضراتك دي نقطة مهمة جدا كانت الناس بتتخوف من أن أنا أفتح دار بسبب الضرائب اللي تدفع فالحانون بيعطي لو أي حد عايز يقدر يفتح دار دلوقتي مجرد ما بيقدم أوراقه لوزارة التضامن الاجتماعي فالدولة بتشجع الناس اللي هي لو عايزة تفتح دار تبقى تحت مظلة وزارة تتضامن الاجتماع وكمان لما هيقدر يفتح دار لو المسلم الأولى بالرعاية المستجر يتكسل بمصاريخ الدار الدولة هي اللي هتتحمل المصاريخ كاملة وكمان البنج المهم اللي تخصف الفانون إن احنا بنجبر المسلم اللي هو يفضل مستمر في الدار لأ دي حسب احتياجه إنه هو قاعد مستريح كيف خدمة محترمة تتقدمه ربما يحصل إزاي ده دور إحنا الرقابي إنما ننزل لأكثر من دار ونشوف الخدمات اللي بتتقدم عملة إزاي وده حمد الله يتعاون مستمر مدينة الفلطة التخشعية والفلطة التنفيذية لموسلة في وزارة التضامن الاجتماعي لما نزلنا وشفنا أكثر من ملاحظات لقينا حاجات محترمة جيدا فنقولنا لوزارة التضامن الاجتماعي شكرا إن انتي عندي أكثر من دار تفضلات طريقة كيفة وللأسف لما نلاقي حاجات يعني فيه إهمال أو فيه تأثير وزارة التضامن بتتدخل على الصور هيتم استخدام بالضبط كده يعني فيه هاي بحصل فيه إجراء راضع مما لا شك فيه سيد النقب أحمد فتحي أنا بجد بشكرك وبشكرككم جميعا كل من عمل على هذا القانون أنا بشكرك جدا سيد النقب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عند صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتطبيقه بشكل عملي وفاعل أنا بقولك ده حاجة تكاد تكون أفضل أشو أقولك أفضل تكاد تكون أفضل مما يحدث في المملكة المتحدة بريطانيا ومعروف أن بريطانيا من الدول اللي بتهتم جدا بحقوق المسنين في أنحاء المملكة كده الحال في شمال أوروبا القانون ده لو طلع ليحته التنفيذية وبدأنا التطبيق ده هيبقى حاجة عشرة على عشرة هيبقى ده جزء من الأحلام اللي ما ظنش أننا احلمناها لأنه كنا مهملين أظن حاجات كتير بتحصل في البلد حلوة